سبحانك يا لا إله إلا أنت الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الأشياء قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال المراد من الحد النهايات فليس لله من نهاية في كماله وفي جماله وفي جلاله وفي عظمته فليست له صفة تنال بحدود مداركنا تقدم الكلام في الشعن الأول في التأسيس في الأسس وأول أساس من تلك الأسس محدودية الإنسان فليست له صفة تنال تنال بمدارك الإنسان ولا حد تضرب له فيه الأمثال كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات التحبير تحبير اللغات التحبير تطلق على الكتابة لأن الكاتب يستعمل الحبر والتحبير يطلق على ما يقوم به الخطاطون من تزيين كتاباتهم وتجميلها وزخرفتها والتحبير تطلق على تزويق الكلام وتزيينه وتحبير اللغات هو بذل أقصى الجهدي في البياني أن يتحدث المتحدثون بأبلغ ما يكون بأفصح ما يكون بأجمل ما يكون هذا هو تحبير اللغات كالدون صفاته تحبير اللغات فإن اللغات كالدون صفاته تحبير اللغات فإن اللغات عاجزة مهما أوتيت من مرونة في التعبير ومن قدرة ذاتية في الاشتقاق والتفصيل والتنويع وإن كانت على ألسنة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات تصاريف الصفات ما نستطيع أن نتخيله ما نستطيع أن نتوقعه ما نستطيع أن نعتبره من وضع مراتب لتلك الصفات أو من وضع خصائص ومن النظر إلى حيثيات عميقة في دلالة تلك الصفات كل شيء سيذهب هباء منثورا فكل ذلك هو من خلقنا من شؤونات مخلوقيتنا فأنا لذلك أن يحيط بعظمته بعظمته سبحانه وتعالى كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير جوامع التفسير لقرآنه أو جوامع التفسير لحقائق توحيده وحقائق توحيده في قرآنه الذي لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك هم الراسخون الراسخون في كل شيء الراسخون في العلم الراسخون في الغيب الراسخون في القدرة الراسخون في الجلال الراسخون في الجبروت وذل كل شيء لكم كلا دون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحارث ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحالة دون غيبه المكنوني حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور طامحات العقول العقول في أرقى مراقها والتي والتي تطبح أن تصل إلى أبعد الغايات تاهت في أدنى أدانيها فيما هو الأدنى منها طامحات العقول في لطيفات الأمور لابد أن أؤكد لكم من أن خطبة توحيد كهذه الخطبة وأمثالها خطب التوحيد التي وردتنا عن سيد الأوصية في هذا الكتاب وفي غيره في نهج البلاغة وفي غيره هناك كلام كثير في التوحيد جاءنا عن سيد الأوصية وجاءنا عن أئمتنا أيضا جاءنا كلام كثير في التوحيد إن كان ذلك في مستوى الأدعية والمناجيات أو كان ذلك في مستوى الزيارات والصلوات أو كان ذلك في مستوى الخطب والبيانات في كل ما ورد عنهم هناك من عجائب التوحيد في كلام باقر العلوم وصادق العترة وإمامنا الكاظم ومن عجائب التوحيد في خطب إمامنا الرضا وبياناته وهكذا هم نور واحد وحديث أبي حديث جدي وهو حديث الله كل هذه الخطب هي لا تعطينا تفصيلاً علمياً محدداً إنما تضعنا في مقام الوله والحيرة الله 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 من الأله والوله الله الذات التي والمعنى الذي يأله إليه كل شيء ويصيب كل شيء من الوله في عظيم فيضه الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب الله من الأله ومن الوله ومن الوله حيث تتوجه العقول والقلوب بكل ما فيها والنتيجة في أفضل ما تصل إليه الحيرة لا أتحدث عن حيرة الضلال إنها حيرة المعرفة إنها حيرة الحب وحيرة العبادة فهذه الخطب التوحيدية هذه التي أقرأها عليكم على سبيل المثال وسائر الخطب الأخرى التي وردتنا عن أمير التوحيد عن علي وعنهم جميعا وحتى ما جاء من حديث عن التوحيد في أعمق الدلالات في الخطبة الزهرائية المعروفة فلقد تحدثت عن التوحيد في جانب من خطبتها الشريفة كل الذي جاءنا عنهم عن محمد وآل محمد إن كان في قرآنهم المفسر بتفسيرهم أو كان في حديثهم المفهم بتفهيمهم أرقى ما يمكننا أن نصل إليه الحيرة إنها حيرة المعرفة هناك حيرة الضلال أنا لا أتحدث عن حيرة الضلال أتحدث عن حيرة المعرفة وحيرة المعرفة هذه هي الدهشة حينما يسيطر العجز على العقول والقلوب عن اكتناه ما تتوجه إليه هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها وهي حيرة لذيذة ولذيذة جدا ليس كحيرة الضلال التي تجعل الإنسان مصطولا حيرة الضلال شيء آخر أنني أتحدث عن حيرة المعرفة إنني أتحدث عن حيرة العشق وعن حيرة الحب وعن حيرة الود إنني أتحدث عن حيرة العبادة الحقة في أفنية القرب وفي مسالك الجذب باتجاهه سبحانه وتعالى قطعا عبر وجهه عبر وجهه الذي نتعامل معه بشكل مباشر إمام زماننا وعبر وجهه الأعظم حقيقته المحمدية حين أقول حقيقته المحمدية لا أتحدث عن حقيقة كنهه سبحانه وتعالى مثل ما أقول محمد عبده محمد مملوك له فالحقيقة المحمدية مملوكة له هي حقيقته هو المالك لها فإنه فإنه كان جل شأنه وتقدس ولم يكن معه شيء وبعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية التي هي حقيقته حقيقته إنها إنها الحقيقة التي تتجلى فيها العبودية في أعمق معانيها التي لا نستطيع أن ندركها المعنى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن الحقيقة المحمدية حقيقته هي في مقام العبودية التي لا نستطيع أن نتخيل معنى ذلك المقام إنما نردده على الألسنة فإن الله لا يعرفه إلا محمد وعلي كما أن محمدا لا يعرفه إلا الله لا يعرفه إلا الله الله وعلي كما أن علياً لا يعرفه إلا الله ومحمد نذهب إلى فاصل سواء أَشفة